ازايكم حلقة جديدة من تكتيكي تاكا وتأهل ريال مادريد الى نهاية دور ابطال اوروبا للمرة الرابعة في اخر خمس سنين. ريال مادريد بيتأهل بعد فوزه على بايرو مينخ بمجموعة الورتين اربعة ثلاثة عشان يوصل للنهاء الثالث على التوالي مع زين الدين زيدان. طبعا يبقى السؤال الاهم في الحلقة دي هل استحق ريال مادريد التأهل الى نهاية دور الابطال ولا لأ? لكن حجاب على السؤال ده بعد ما اطلب منك ان تشترك في القناة دي عشان يوصلك كل حاجة بالشكل اسرع. لان الحاجات دي بترفع اليوتيوب قبلك عدة ساعات من رفعها على فيسبوك. ونرجع تاني للسؤال المهم وهل استحق ريال مادريد التأهل للنهاية الابطال ولا لأ? وانا هقول لك. عايز الحق ولا ابن عمه? لو عايز ابن عمه هقول لك ان ريال مادريد بارادة من حديد يصل الى نهاية جديد والكلام اللي هيعجب الناس اللي هم اصلا اغلبهم حيكونوا مادريدين على اعتبره مشجية ريال اغلق يعني اكتر بكتير من مشجية باري منخ. كلام ده هيعجب الناس وهيتشايروا بقى ظريف جدا. وده ممكن يكون عجب الناس قبل كده رغم ان انا كانتم مؤمن بكده لما في حلقة الزهال ما كنت بتكلم عن الحظ او القصة دي. لكن انا هقول لك الحق من وجهة نظري ومش هقول لك ابن عمه. الحق بيقول ان ريال مادريد لم يستحق لتأهل للنهاية دور ابطال اوروبا ولا ازتحكوا بشكل واضح جدا اللي قد مية وتمانين ديئة ممتازة بالذات التسعين ديئة بتاعت المرة الحالية او مباراة العودة افضل بكتير حتى مباراة الزهاب. في الموسم الماضي كنا بنتكلم مثلا لما بيرن مينخ خرج قدام ريال مادريد وكان فيه برضو جدل تحكيمي على المباراة كنا بنتكلم عنه بعض الناس حتى شافت انه مثلا ريال مادريد هو كمان اتظلم في نفس المباراة وبجابت اكتر بلقطة برضو حتى مثلا منها هدف لباندو بيسكي لكن رغم انه كان في حالات اكتر ضد بيرن مينخ ولصالح ريال مادريد في المباراة كان فيه جدل لكن في كل الاحوال كان السابت الواضح في المباراة دي حتى وفي اي مباراة تقريبا في دور الابطال السنة اللي فاتت لبيرن للريال مادريد هو ان الريال مادريد بيقدم اداء كويس جدا. انا ممتاز تنقل الكورة كويس جدا واداء عظيم. انا اتصور انا في رأي افضل اداء سلس اشوفه في حياتي لريال مادريد. طول الفترة باني انا اشوفتها ريال مادريد كان افضل اداء سلس لريال مادريد السنة الفاتن. لكن مباراة السنة دي مباراة النهاردة الفريق صفر صفر تماما تفوق في كل الاسعيدة. وانا بش بتكلم فريق تفوق فنيا بس يعني اعلى شمية من ريال مادريد. لالة تفوق يعني مستوى فارق كبير جدا تفوق بايرن منخ في كل اسعيد المباراة وكل تفاصيل المباراة. يعني على مستوى شخصية مثلا كليضية غايب بشكل كبير جدا مثلا حتى لو في مرات يوفينتوس لما فريط ألقى الهدف الثالث اخر 30 دقيقة شوفنا الريال مدريد بقدم مستوى كبير جدا يمكن هي افضل 30 دقيقة في اخر 270 دقيقة اخذها الريال مدريد في دور الابطال قدم مستوى كويس جدا وهدد مارمال يوفي اكتر من مرة وكاد يسجل لغاية لما جات له الهدف المسير للجدل لكن في النهاية سجل بعد مفترة كبيرة جدا من الضغط على يوفينتوس وقدر ان هو يسجل لكن وراءة نهاردة بلا شخصية ريال مدريد بلا شخصية تماما مش قادر يظهر اي ردة فعل على سيطارة بايرن مينيخ على المباراة يعني حتى الصفر ده مقارنعة لمرات الزهاب برضو لأن مباراة الزهاب لم يكون استحق في الريال مدريد الفوز ومع ذلك الفريق قدم مستوى شوية قدر ان هو في بعض الفترات يهدد مارمال بايرن مينيخ قدر بعض الفترات يبعد خطوره لما كان هذا في مباراة الزهاب اما نهاردة الشخصية صفر الشخصية اللي مفروض تكون مع فريق اللي هو كل الناس بتتغنى وانا منهم بفكرة انه راما ديت بيتغير تمام لم يسمع عن شيد دور الابطال السنة دي او في اي سنة بالذات السنة دي بنتكلم عن فكرة انه هو كان موسمه مطرنح تمام حلالة كان بيتغير مستوافي وتغير تفكير لعيبيه وشخصيتهم داخل الملعب مع نشيد دور الابطال ما شفناش حتى الشخصية دي وشفنا فريق للمرة التانية على التوالي بيفشل في الفوز على ارضه في ملعب برنابيه اللي هو دايما كان حصن منيع لرام بطريقة اربعة واحد اربعة واحد كما يبدو للجميع وخافي مارتنيز غاب عن التشكيل الاساسي بسبب اصابة في الرأس واتصور ان الاصابة دي كانت شيء كويس لبير الميونيخ ما كانش شيء سلبي ابدا لان تياجو الكنترا كان عامل مساعد جدا هو مع توليسو وخامس رودريجز هما التلاتة يقدموا ترابط جيد جدا في خط النص بتاع بير الميونيخ وبشكل عام كان توماس مولر كان بيتقدم عشان خطر يكون جناح صريح هو الاخر مع ريبري لكن في الحالة الدفاعية كان المميز في تياجو الكنترا عن خافي مارتنيز النقطة دي ان دايما اسنسيو لما بيتحرك من على الجانب بالايمن كان دايما هتلاقي يصطدم بحيوية تياجو الكنترا لما بيطلع معاه ويبدأ يتحرك ويقافلوا دايما انطلاقاته في العمق او انطلاقاته على الطرف وكان بيساند كيميش في النقطة دي بشكل كبير مع خافي مارتنيز كان ممكن جدا اسنسيو يتفوق عليه لفارق السرعة وفارق الحالة البدنية المميزة اللي دايما عليه اسنسيو والحيوية المتميز بها لكن تياجو الكنترا في النقطة دي كان ممتاز ج وبالتالي كان دايما هتلاقي فيه انترابط المميز جدا ده بدون اي ضغط الا من كوباتشيتش او مودريتش او كروس فقط وبالتالي كان دايما هيكون فيه زيادة عددية ما بين السلاسة ده بتعبر مينخ ودايما كانت هتلاقي رونالدو وبنزيمة بعيد تماما عن الضغط. وانا قبل كده وضحت الفكرة دي ان خطورة الامر ده على ريال مدريدي السنة دي. السنة الفاتت كان برضو مش بيضغطه بشكل كبير. لكن بسبب قوته حيويت خطه ريال مدريد السنة اللي فاتت وقوته بدنيا كان الموضوع مش ظاهر اوي لكن في السنة دي مع التروع الواضح في مستوى خط وسط ريال مدريد الى حد ما امه نسبة للسنة اللي فاتت يعني كان دايما الفريق بحاجة انه ما يترجعش او ما يقفش بنزيمة ورونالدو موقف المشاهد دايما في المواقف الدفاعية. ومع وجود اربع لعبين دايما من بيرنو مينخ في خط الوسط امام اربعة من لعب ريال مدريد كممكن جدا بيرنو مينخ تفوق في المعركة دي وده مش شيء معتاد بنسبة ريال مدريد ان هو يجب فريق عنده اربعة لعبين هو حتى وسط او حتى خمسة في بعض الاحيان. وعلى العكس لم يكن هجوم بيرنو مينخ ابد الرتيبا فهزين ووراه خليني اسمع جزء من حلقة الزهاب وبعد كده ارجع لكم تاني عشان اوضح لكم انا اقصد ايه. زي ما قلت لك انه اكيد بيرنو مينخ اتأثر في الموراء فكرة ان هو اصلا كان بيبقى بيضطر يلعب على جانب واحد من الملعب اغلب الوقت وده عمل ضغط كبير جدا فرانك ربي رغم انه في الاخر نجح فيه في بعض الاقوات لكن حتى بينهم كان يقدر ان هو يلعب على الجانب الاخر بشكل ما مش بس عشان خرج روبا اما انت خلاص تلغي الفكرة دي ممكن تلعب بكمج شجناح شوية ويتغطي بيه عن طريقته لسوق او طريقة عن طريقة يجو الكنتارة واحد فيهم يبقى هو اللي بيغط في الجبهة دي بالتالي انت فتحت الجبهتين رجع تلكم تاني واتصور المعنى واضح بارمينخ تحول من الطريقة الرتيبة التقلدية الى طريقة العادية اللي المفروض الفري يلعب بيها والطريقة احيانا اللي بيفاجئ بيها الخصم خلاص بقى موجود عندك طرفين واضحين توماس مولر وربري واحيانا حتى لما توماس مولر كان هو بيدخل منطقة هتلاقي دايما كيميتش هو الموجود يبهو الجناح الاخر او احيانا حتى لما هتلاقي توماس مولر بيلعب العرضية هتلاقي كيميتشولو ادخل منطقة وبيسجل الهدف الاول زي ما شفنا بشكل عام كان باير مينخ اخيرا عنده جبهتين على عكس من المباراة الاولى اللي دايما كنت شافت شيء بليد جدا ان انا مجرد ان روبين تلع المباراة بقى نالعب على جابها واحدة معنديش حس ابتكار ان انا دايما ممكن استخدم كيميتش كا جناح والامر التاني اللي فرق كتير جدا مع باير مينخ وكان مختلف بشكل كبير عن مباراة الزهاب هو الهجوم من العامر برضو خلينا شوف لقطة صغيرة من حلقة مباراة الزهاب وارجع لكم تاني باير مينخ عنده شوية تقليدية كده في بناء الهجمة يعني حتى في الهجمات المرتدة دايما الكرة تروح خط النص بدل ما ان انا ممكن ادخل الجناحات تخش في عمق الملعب تتلقى تبريدات داينية في مناطق اكثر خطورة ملعب لكن لا تياجه الكنتارا او خمس رودريجيز بيلعب الكرة على الاطراف من جديد بالذات لناحية اللي يبدأ يحاول يشوف شغل ومباراة جانبية بينه بين كربخال ومرة تسيب ومرة تخيب مرة تسيب حتجيب لك فرصة مرة تخيب او مرات تخيب لان الربرين مش في كل مرة حيقدر يتجاوز لعب او سنين من لعيب الريان مدريد عشان كده دايما كانت الفرص متبعدة ومش على نفس الفترات المركزة اللي دايما بارن مينخ عودنا عليها بالسنين المضاياة وده الامر التاني اللي كان فارق كتير جدا مع بارن مينخ وهو الهجوم من الامرات شوفنا كتير جدا تمريرات دايما بتتلاعب بين الخطوط في المنطقة دي في بين الخطوط وراء بالذات مدريد ايسف وراء كروس ووراء كوباتشيتش وكان دايما بيتلقاها واحد من توليسيو او خمس دايما كان واحد فيهم لانه في زياد عداية بقى اثنين على اثنين والتالي دايما بيخش بين الخطوط او حتلاقي احيان توماس مولر او ريبيري نفسه بيتلقى الكرة بين الخطوط عشان يفاجئ الخط الواحد اللي كان بيتلعب بيه دايما مودريتش وكروس وكاسيميرو واسنسي. كرة تطلع على تولوسو او خمس في منطقة اللي بين الخطوط كان بتتحصل بقى التمرير البيانية اللي بتطلع من خامس او تولوسو او من ريبري او مولار زي ما قلت لكم ليفندوبسكي اللي دايما كان بيتحرك ما بين وراء آآ راموس او وراء فاران عشان يتلقى بينيانيات منها مثلا الكرة اللي تصدى لها آآ آآ كيلور نافاس على الجانب لما الكرة تلعبت له من وراء فاران في الشوت الاول سددها وبعدين الكرة راحت لمولار لعبها اما رسل اللي خبطة فيه ورسلت لخمس روديكز اما مسايتها فوق العرضة في غرابة شديدة جدا وعلى بعد اربع يرداد فقط. وعلى سيرة اربع يرداد فقط داخل منطقة الجزاء ففكرة منطقة الجزاء دي كانت هي العلامة الكبرى لباير ميليخ النهاردة. كلمتكم شوية عن موضوع كيميتش ومولار على الجانب الايمن دايما هتلاقي واحد من مولر او كيميتش في منطقة الجزاء لكن ده بشكل عام كان آآ آآ تريند عام داخل اللاعبي باير ميليخ النهار دايما فكرة ان انا ادخل جوه منطقة الجزاء وكنت هتلاقي كتير او مولر هو موجود مع داخل منطقة الجزاء كنت هتلاقي احيان حتى ممكن يخش منطقة الجزاء لو الكرة جاية عرضية من الجانب الايمن بس بشكل عام كمان الزيادة بقى كانت الفكرة من خامس او توليسو بالذات لما تلاقي الكرة جاية من جانب الايمن عن طريق كيمتش هتلاقي طبعا مولر ده اكيد هو ريبريد اه قصدي هو ليفندوفسكي وكمان واحد من توليسو او خامس رودريكز هتلاقيه هو التالت دايما هتلاقيه على الاقل تلات لعيبة من بايرنا ميونيك بالداخل منطقة الجزاء وده اللي خلق الزيادة عادية هو منطقة الجزاء والفكرة بقى انه ده مش بس ممكن يساعدك ان انت تلعب العرضية على طول لا ده كمان بيساعدك انك تجيب الكرة التانية كتير جدا اللي عبي الريال مدريد انا شتى بيهم في الذهاب راموس وفران على فكرة الاخراج الكرة العرضية بعيد عن الخطورة لكن داخل المباراة دي كانت اخراج الكرة بعيد جدا او فاتر جدا مش بعيد ابدا داخل منطقة الجزاء وكانت اكتر من كرة الكرة التانية بتسبب خطورة بشكل كبير مش بس كرة كيمتش لسجل منها الهدف لكن اكتر من كرة فقط التوفيق اللي جانب اه كان مع ريال مدريد في فكرة التزديدة التانية دايما كان الكرة تخبط في رجل واحد من ريال تطلع اه دربة روكنية او كيلرا بس طبعا كان بيقوم دور كويس جدا ان هو يتصدل اكتر من كرة من خلال الكرة التانية وعلى سيرة كله النباس فقدم مباراة ممتازة جدا 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 اتصور ان هو كان من افضل لعب المباراة النهاردة وقدم تصديات عظيمة افضل التصديين في رأيي هو تصدي اللي بقول لكم عليه في الشرط الاول لما صدد الكرة ومرتدت لغاية توماس مولر وضعت في الاخر من خمس لكن كرة اللي ابهرتني فعلا هي تزديدت قلبة الكرة سددها برجله اليمين خبطت في فران وغيرت تجاهها مع ذلك كيلو نفسه غيرت تجاهه رايح جايب الكرة بايده اليمين واخرجها بعجوبة الراكروكنية. وبالتالي كيلو نفس بيرد على الناس وبيرد علينا شخصيا لكن هو ما زال في رأيي برضو السؤال ده مطروح وان كنت اجبتوه بشكل كويس شفت تعليقاتكم على اليوتيوب واتمنى دايما تشاركوني باي تعليقات تخطر على ماكن السبب بالنسبة كيلو نفس اي حاجة بخصوص المباراة دي. اما ليه يا محمد انت بتقول عن الخطأ الفدح اللي ارتكب يوب هاينكس ده. شوف انا معاك ان البيان منوك تفوق طولا وعرضا وانا اتكلمت كده في الحلقة. تفوق طولا وعرضا انه كان هو الفريق يستحق فعلا تقاهل وهو الفريق للتسايد الموره في شكل كبير جدا. وهروح معاك كمان لفكرة ان هو اتظلم في ركلة جزاء. انا مش باتكلم ع ركلت جزاء ما ارسله اكتر من ركلت جزاء. شايف انا منسية شوية ركلت جزاء بتاعت ليفندوبسكي ان لما راموس شالو في الشوت الاول. مش شوت التاني. بشوت التاني دي. ممكن كتير او ما يشوفهاش ركلت الجزاء واكنا منهم. لكن ركلت الجزاء في شوت الاول اللي هي كركة رجله سابتة. وراموس شالو رجله. يمكن دي بالنسبة لي اوضح من بتاع تراموس اللي ممكن تكون تقديرية شوية. هروح معك في كل الحاجات دي واقول لك كمان ان بايرلي مينخ ما كانش موفق تماما في المباراة. وكان في حالة من عدم التوفيق. صحيحا اتكلمت في المباراة الزهب انه فكرة الحظ دي مش 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 افتهاش او في المباراة لانه اكتر من فرصة ما كانش في فرص كتيرة او خطيرة لبايرلي مينخ فرص الزهب. لك مباراة العودة كان في غياب للحظ فعلا بايرلي مينخ اللي حصل في الدقائق السبعينية لما قرر فجأة وطواعيت انه يتخلى عن سيطرته العظيمة على المباراة وخرجه بالكرة بشكل ثالث ومحاصرت الريامة دي حوالين منطقة الجزاء. وقرر ان يرجع لطريقة كلاسيكية قديمة باللعب بين المهاجمين وارسال العرضيات ليهم. ودي كانت المشكلة بايرلي مينخ في اخر ربع ساعة. وصارت لعب في خط النص تسبب في بلويلة كبيرة جدا في اللاعب يخط وسط بايرلي مينخ خمس كان حيران. مش قادر ان هو يتواصل مع اللاعب زي ما كان متواصل مع تولي سويه بشكل كويس. هو تيجوا لكان ترى هم التلاتة كان عمليه مسلس وممتاز جدا. ما بقاش المسلس ده موجود. بقى فيه صعوبة بالخروج بالكرة من بايرلي مينخ. بل بالعكس. ريال مدريد نفسه بدأ يفك الضغط شوية. بدأ يخرج بالكرة لحد ما. ويسمع بعض الخطورة خصوصا مع تغييرات زيدان ودخول جاريس بيل. لكن في النهاية ما بقاش فيه نفس المحاصرة الشديدة للمبايرلي مينخ لريال مدريد. والسؤال لي اغير نظام طالما هو ماشي كويس وبشكل امتاز. هل مسلا الارهاق ليه دور فكر رهاجس انه ينشط الفريق بشكل معقول. يعني فكرة ان فاجنر مسلا ينزل في اخر خمس دقايق لما يكون انا عايز العب بقى عرضياته كرة طويلة وبعد اتنين مهضمين يحاول يلقطه لما كمان نزل خافي مارتينيزي هو يكون التالب بتاعهم لحاول يقوط الكرة الطويلة. لكن قبل ربع ساعة كان شيء غريب جدا. ومع ذلك حافقك ان فاجنر ينزل في اخر ربع ساعة. وكمان حاجة على نفسي قوي اقول لك ممكن كمان ينزل مكان توليسوه. لكن انا دلوقتي حافقت لاعب في خط النص. ازاي اقدر اعود الفكرة دي بقى? ببساطة التبديل اللي حصل بعديه بكم دقيقة لما اخرج خامس ونزل خافي مارتينيز كان ممكن جدا ان هو بدل يعني ما يعمل التغيير الغريب ده برضو يعني يقضي بقفة على فكرة خالص ان هو يصلح من التبديل الاولاني ده كان ممكن جدا يبكى على خامس داخل الملعب ويخرج زولة. زولة قلب الدفاع. يبقى خافي مارتينيز هو القلب الدفاع. في الحالة الدفاعية يكون فريق بنفس الشكل اربعة آآ آآ وفي الحالة الهجومية يكون خافي مارتينيز هو اللاعب الواصل ما بين تياجو الكنتارا وخامس روديكز وخافي مارتينيز يكون التالب بتاعهم وبالتالي يحافظ بيرن مينخ على نفس عدد اللاعب خط الوسط. وهيكون المخطرة المنطقية المعتادة وفي نفس الوقت يحافظ على الفكرة اللي هو عايز ممكن يلجأ لها في بعض الاحيان وهو وجود اتنين مهاجمين داخل منطقة الجزائي يلعب لهم العرضيات. لكن الحقيقة ان غياب عدد غياب لاعب من خط النص خلى الفريق مش قادر اصلا يطلع بكرة يوصلها للاطراف عشان تقدر ترسل العرضيات. رغم ان بيرن مينخ قدر يصنع بعض الفرص لكن انا في رأيي انه اخر ربع ساعة دي كانت اضعف ربع ساعة اللي بيرن مينخ في المباراة لانه في النهاية الفريق افتقد لفكرة محصرة لعب ريان مدريد وبالتالي معدل صناعة الفرص قل بشكل كبير وده كان هو الخطأ الفدح ليوب هاينجز وزي ما قلت لكم كان اقتراحي ان هو ما ينزلش فاجنر او على اقل لو حينزل فاجنر كمان يرفقه بتغيير ان هو يزولي يخرب وينزل خافي مارتنيز عشان خاطر يحافظ على نفس عدد لعبي خطر مص طب مش بتتكلم عن ريان مدريد ليه كتير يا عم احمد الحقيقة ان بصراحة انا شفت ريان مدريد كان سيء جدا فمعنديش كلام كتير او اقوله يمكن يعني تفسيري المتواضع لفكرة عدم اشراك كاسيميرو من البداية واشراك باتشيتش من البداية مكانه هو انه كاسيميرو تدخلوها تعنيفة شوية وكلام قبل مورا كتير كمان خصوصا شاكير اصلا كان امر مستفز في رأيي انه يشرك شاكير الحكم من جديد اللي هو اصلا حكم عليه بعض الجدل اه وخصوصا مرتبط احيانا بالريامة دي سواء صح او غلط بس فيه جدل موجود فانت لازم تجنب الناس الكلام عن الجدل ده ففكرة انه ازان قال لك ايه انا ممكن يكون الحكم بيفكر ان يثبت شيء ضدي فبالتالي انا بلاش كاسيميرو اللي هو اللاعب معروف بين فعلاته او معروف تدخلاته العنيفة وعشان كده شفنا ان كاسيميرو اللاعب اساسي في مباراة لجانس او شارك في اغلب فترات المباراة وشفت كمان ان اسنسيو مثلا ما ينفعش قوي دفاعيا في طريقة اربعة اربعة اتنين اربعة اتنين فلات لما اسنسيو بيكون مش واضح ان هو قادر يلتزم بدوره الدفاع بشكل كبير وانه ما تصورش ابدا ان اسنسيو هكده بالشكل ده هيلعب المباراة النهية الا في حالة ان الفريق اللاعب اربعة اربعة اتنين يكون هو مهاجم تاني مش هيكون هو واحد من الاربعة اللي في خط النص او يكون هو في طريقة اربعة تلاتة تلاتة يكون جناح ممكن جدا ساعتها يلجأ لي زيدان لكن في حالة خود زيدان مباراة النهائية باربعة اتنين لقى تصور ان اسنسيو هيكون لعب اساسي في المباراة وخصوصا انه لو لعب يعني وافترضنا شخص يعني انه المرشح الاقرب اللي مواجهة لرمد دي هو ليبركول هيكون على جابة محمد صلاح وده مرضه يكون ممكن زيدان عايز لعب قوي دفاعيا اكتر من اسنسيو اللي مقدمش مستوى كبير دفاعية كمان المباراة اظهرت قيمة مارسلو من جديد في العرضيات العرضية لفت جاتو على رأيه متحة شلبي لفت جاتو اللي كريم منزيمة هي اللي برضو حفظت للريان مدريد على بعض عصابه لانه الريان مدريد لو استمر انه بيلعب المباراة ومتأخر واحد صفر كان ممكن تبقى مشاكل اكبر جدا للفريق انه مجرد هدف يخرجه من البطولة من بدر قوي يلعب بعصاب متوترة كان هتبقى مشكلة كبيرة لكن هو هو يوصل لنهاية الشوت وهو متعادل واحد واحد حتى لو دخل في هدف برضو حيفض المحافظة العصابة على اعتبار انه هما الفريق هيوصل لوقت اغضافي بالتالي كانت قيمة العرضية المرسلو مميزة جدا. اما بالنسبة لكريستيان رونالدو فالمباراة تلالت على التواني مقدمش مستوى المطلوب له في دور الابطال وهو علامة استفهام على كريستيان رونالدو رغم انه في بعض الاحيان بيظهر لكن مش بالشكل اللازم ومن الواضح انه كريستيان رونالدو اداءه متزامن مع اداء فريقه لما بيكون فريق مميز بيكون رونالدو مميز لك فريق المتراجع رونالدو مش هو اللاعب اللي وخصوصا بسبب مركزه وبسبب التقدم في السن مش هيقلب لك المباراة يعني رونالدو مش هيبقى الفريق متراجع وفريق هو اقل وبيتلقى اللي هتلاقي رونالدو هو اللي بيقين لك اللاعب الناحى الثاني ده حيكون صعب جدا عن رونالدو وعشان كده بتكلم على فكرة تأثير رونالدو بيكون تأثيره تهديفيا اكتر من تأثير على سير اللاعب بالنسبة لريال مدريد مش هو هيقلب لك المباراة من الفريق انت متراجع فنيا امام فريق هو الدوم انت عليك وهو مسيطر عليك هيقلب لك المباراة تكون انت الفريق مسيطر صعب شوية على كريستيان رونالدو على الاقل في الفترة الحالية بي هو في الحالة الفنية او الحالة السنية او الحالة المركزية كمان ان هو راس حرب وعلى سيرة موضوع راس الحربة كمان حتى التبرير بفكرة انه كريم بنزيمة بيكون لما يكون معاه فانا رونالدو بيظهر بشكل كويس ده كان تبرير المباراة اللي فاتت ما بقاش موجود لانه بنزيمة لعب النهاردة ويمكن بنزيمة كان افضل شوية لكن رونالدو في النهاية برضو ما كانش موجود آآ وما بقاش هو التبرير ده فكرة انه رونالدو لما يكون مع بنزيما كويس رونالدوم لو معهوش بنزيما بقى راس حربة وحيد بيبقى هو صعب عليه فكرة ان هو يلعب لوحده في الخط الاماني. بس كده يا سيدي انا خلصت كلامي اشكركم على صبركم. واتأسف لكم بس تصدقوني يعني انا كنت احب ان الحلقة تبقى داسمة والحلقة تكون فيها كلام يتقلم مش مجرد كده سال ابيت زي ما بيقوله. واتمنى تكون الحلقة عجبتكم ما تنسوش دايما تشتركوا في القناة. ولو الحلقة عجبتكم تدوسوا لايك وتشير الحلقة مع اصدقائكم. وتقولوا لي رأيكم في الكومنس اه يعني خواطركم على المباراة وهاريا المدريد دي يقدر يحقق اللقب الثالث على التوالي ام انه يعني يمكن النتيجة السيئة او اللي قصد المستوى السيئة لقد ده مبارر انك ممكن يتكرر في مباراة النهائية. اه رغم ان المدريد معروف ان هو في المباراة النهائية بيبقى فريق مسيطر بشكل كبير وفريق بشكل عام بيعرف يجيد يلعب المباراة النهائية. سبكم على خير. سلام.